اذا على هذا الاساس اعزائي تمييز ذلك ان الحكم مرتبط بصفة تكوينية بيولوجية او مربوطة بصفة ماذا اجتماعية ثقافية تربوية هذا معناه سؤال عن ان الحكم ثابت او ان الحكم ماذا متغير سؤال اساسي وليس اساسيا مو فقط في فقه المرأة حتى في فقه من ها حتى احنا ما عدنا فقه الرجل ولكن هذا يريد حتى لانه علم الجندرة يختص بهوية المرأة لأعمن هوية المرأة لماذا هذا الحكم للرجل دون ماذا المرأة اعطي هذا الحكم للرجل من القوامية والدرجة والافضلية وبيده الطلاق والنكاح وهذه صفات ذاتية وجودية تكوينية خلقية ام اعطي لامور اجتماعية ثقافية تربوية فان كان من الاول فتكون ماذا ثابتة وان كان من الثاني فتكون ماذا متغير هذا بحث مهم لو مو مهم بينكم وبين الله مو افضل من بحث الصحيح والاعام اللي نحل المشكلة مالتها بطريقة شنو بطريقة لو نذره خبيني وبين الله الآن في الحوزات العلمية ما تقرأ بحث الصحيح والاعام وتقرأ ما تقرأ بحث الحقيقة الشرعية تقرأ ما تقرأ بحث اقسام الاستصحاب الكل مولانا تقرأ وكثير بل اكثره بل تسعين بالمية والله تضيع للعمل لماذا لانه له اثر في عملية الاستنباط او ليس له اثر في عملية الاستنباط ليس له اثر امم يصرعون لا اثر له لغون ويتذكر لعله قبل اسبوعين او ثلاثة احنا جئنا بكلمات علماء كبار علماء الاصول اللي يقولون كم من هذا الاصول الذي بعيدين ما هو زوائد قرأنا من كتاب الزوائد لغون تضيع للعمر خبيني وبين الله انا دا اطرح مسألة واقعا لغون تضيع للعمر اللي هو مسألة داخلة في صميم عملية فهم احكام المرأة واحكام ماذا واحكام الرجل ما ادري واضح اعزائي هذه القضية اذا على هذا الاساس اعزائي نحن نعتقد بانه واحدة من العناوين احنا هواي عناوين ذاكرين انه لا بد تدخل الى الحوزات العلمية واحدة من العناوين لا بد ان تدخل في حوزاتنا العلمية اي عنوان اعزائي ها مو فقه المرأة قلناه ولكن مقدمة لابحاث فقه المرأة ماذا بحوث علم الجندر الملان هذه هس اما ومن انا لا اقول لابد ان نقبلها هذه دراسات انسانية مطروحة اما ان نقبل واما ماذا ان نرفض منه ولكن من حقنا اذا رفضنا نرفض عن بينة واذا قبلنا نقبل عن بينة